اشتركوا في القناة ونقول إنها تأثم لأنها لم تحج تحتج علينا بأنه لا محرم لها لكن لو قدر أنها حجت مع رفقة هي تراها آمنة ووصلت إلى البيت العتيق وعدت المناسك وعدت إلى ديارها سالمة فإننا نقول إن الحج صحيح وأسقط عنك فريضة الإسلام لكن يبقى قول هل تأثمين أو لا تأثمين وأقرب إلي أنها لا تأثم وأقرب إلي أنها لا تأثم لكن الخلاف لكن القول الأول الذي يكاد يكون عليه إجماع هو أنه لا يلزمه حج إن لم يكن لها إن لم يكن لها محرم بالنسبة للإنابة فإنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ويجوز أن يحج الرجل عن المرأة فهما في هذين الأمرين سواء نأتي للمرأة التي في العدة المرأة إن كانت في عدة الوفاء لا يجوز لها أن تحج لا يجوز لها أن تحج وهي في عدة الوفاء فلو فرضنا أن امرأة توفي زوجها في ذي القيدة فهي قطعا في شهر ذي الحج ستكون في عدة الوفاء هنا لا يجوز لها أن تحج وهي في عدة الوفاء الحالة الثالثة أن تكون في عدة طلاق فننظر في عدة الطلاق هذه هل هي عدة طلاق مبتوت أم عدة طلاق الرجعي فإن كانت في عدة طلاق مبتوت لها أن تحج وذلكم الزوج لا يسمى زوجة فليس لها أن تستاذنه فتحج وإن كانت في حال كهذه أي وإن كانت في عدة الطلاق المبتوت أما إن كانت في عدة الطلاق الرجعي فما زالت في اسمة ذلك الرجل الذي طلقه وإن كانت في العدة فيلزم استئذانه ويصبح حالها قريب جدا إن لم يكن سواء بسواء من حال أي امرأة متزوجة تريد تريد الحج هذا في قضية ما يتعلق بالمرأة وما يصاحبها في الحج